السلام عليكم مرحبا بكم في قناة اونفوزي ان شاء الله هلقاكم هالفيديو في احسن احوال وفي احسن ظروف بإذن الله والحلقة ديال اليوم هاتينشوفوا فيها بروات باللوز يعني كيجيوا معلقين لداد رائعين بجميع تفاصيل يعني التحضير ديالهم يعني هدا هو الشكل ديالهم تزيين كيبقى حسب الضوء ديالكم سواء بالزجلان او لبسمسم او لاللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي وكيجيوا روعة يعني معلقين في الماداق ديالهم بعسل ناجح ان شاء الله غدي نتقاس معكم الوصفة دياله مستقبلا مع طريقة التخزين والاحتفاظ بيهم اول شي اهنا عندي كيلو ديال اللوز كيلو اللي غدي نغسله من تكتراب اللي سيكون فيه تقريبا نغسله وغدي نضعه في النجرة ونغمر عليه بماء ونخليه غيطلع فيه الغليا يعني يخير كيسخون داك المطلع فيه الغليا سوف نحيد نحيده من على النار ونصفه يعني غيطلع في ديك خمسة عشرة ديال دقائق طلع فيه الغليا نحيدو من على النار ونصفه من طبع الحال كان فسخو اللوز ديالنا مزيان يعني كان فركوهم ديك القشرة وغدي نخليه تسقطن نمسحون ووضعوها كففلاطة فيها منديل ونخليها ليلى كاملة ينشف كل ما نشف اللوز مزيان من الماء كل ما يعني كيجي لنا البريوات ديالنا ناجحي هناخدت نصف الكمية ديال لوز دهنتو بحد شوية ديال السيت وغدي ندخلو الفرن يتحمر يعني خمسمائة جرام ديال لوز دهنو هكا بحفينة ديال زيت جوج مع القبار ديال السيت وغدي ندخلو الفران يتحمر النار ميتين درجة من فوق ومن الاسفل مره مره نحلو الفرن ونحركو باديك الطريقة حتى كيكتسب لنا هذي اللون الدهبي كيجي وكأنه مقليف الزيت تماما لا فرق بيناتهم فقط غرف الفرن مره 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 حركوه باش يتحمر لنا من جميع الجهات ونصف كيلو اللي خليته عادي غادي نطحنو انا غادي نطحنو غرف البيت غادي نطحنو بمية وخمسين جرام ديال سكر سانيده تحصل قليل لدهلك اللوز مع التحط رادي漫ا لا نحاء سكر سانيده وقط غض الوجوح حبه مراهiendسها اوスother من جوجت او quedرتстве لتحنو بالنسبة لعقدة لدهلك اللوز أنا في 500 جرام اللوز اللي غير مسلوق ومتحنتم مع مية وخمسين جرام سكر سانيده يعني تحصل على هذاك اللوز مع التحرجة وأيضا عندي 500 جرام لوز مقلي ومهرمش يعني محمر في الفران بدكا الزيت ومهر مشرقيق. يعني باش نحصلوا على ديك القرم شو داك الكوكون ديال لوس في الواسط وايضا تحنتوا مع مئة جرام ديال السكر سنيدة يعني في المجموع ديال السكر سنيدة مئتين وخمسين جرام ممكن احتل تلتمئة جرام اللي كيبغي هم حلوين بزايده. هم مئتين وخمسين مع العسل يعني كيجوا عبار. غدا نضيف لهم واحد ثريت قطة ديال الملح ضرورية واحد شوية ديال الملح واحد نصف مع القطة ديال القرفة واللي كيبغي القرفة ممكن يحتل مع القطة صغ ديال السمسم وهد الزيت را هم توفر في اسيما وفمرجان يعني متوفر سينو ما لقيتوش غادي ديرو جرت مع القطة ديال زبدة مدوبة والدهنيات يعني كتبقى حسب يعني اللوز الجودة ديال اللوز كي اللوز اللي ناشف وكي اللوز اللي ميدوم يعني ضروري باش ميجي ناش ديك العقدة ناشفة او لمحجرة ضروري من شوية ديال الدهنيات سواء زيت السمسم او لا زبدة مدوبة من طبع الحال مع ديك المسكان اللي احنا طحناه وغادي نجمع العقدة ديالي بالماء ديال السهر مع الدلك يعني كنديرو شوية بشوية مع الدلك حتى كنحصلو على العقدة لينة ملمومة العقدة ديال لوز كتدلك كندلكو العجينة تماماً كنضيف المدزهر شوية بشوية يعني حتى كتبدا تجمع وكندلكها كندلكو هكي كندلكو العجينة باش كينساجمو لنا ديك العناصر وكندقى نزيد الماء عيني ميزاني يعني مدزهر عيني ميزاني حتى كنحصلو على هاد العقدة بهذا الشكل انا دبت جمعة ليها وغادي مازان نعود ندلكها واحد شوية باش كتحسو عليها ارتباء يعني ليس وكتحسو بان داك اللوز خرج داك الدهون اللي فيه والعناصر كلها نساجمت بعد ما كملت شكيل العقدة ديالي تخليوا تقريبا واحد ساعة ولساعتين ديال ما قنا ترتاح سوف تبدو تشكيل البريوات ديالكم هنا خديت الورقة دياللوز كنقطعوها سميطات بهذا الشكل يعني حيدو داك الحواف اللي كيكونوا في الجناب يابسين وهذا وغادي نقطعوها سميطات على هاد الشكل كنكونوا موجدين واحد زليفة فيها الموت الدقيق مخلط يعني باش غادي نقفلو البريوات وعندي واحد زليفة ديال الزيز هديك باش كندهن البريوات اللي كنحط في الطبخين بعد ما كان نفكو سميطات ديالنا بهذا الشكل ديال الورقة غادي نوضعهم هكذا بسالحين وكناخدو العقدة دياللوز يعني ما نحتاجوش نكوروها لانا كان بهذا الشكل باش كاتب قالي نم يعني البريوات فيها اللوز في جميع القنيسات ديالها في جميع اجنيباتها يعني كيكون فهم لذا ما يحتاجوش نكوروها ناخدو غير كمية هكذا نحكمو القياس يعني هكذا في دينا ونوضعوها فق الورقة بهذا الشكل يعني ياونا نخرجت المراح يعني فين بديتك نخدم لانا هاد اللف يعني غادي ياخد مننا وقت طويل نقلسو ناخدو راحتنا ونخدمو بالقانة يعني حتى نكملو شغلنا وهدي هي الطريقة ديال اللف ديالهم بهالطريقة عملية كتجي سهلة وكتخدمو كمية كتيرة بلا ما تحسوا يعني كتخدمو كمية كتيرة ديال البريوات فقط واجيس كنبداللف نظن ان الشكل واضح والبريوات يعني كل ما جهد القياس صغير كيجوا حلوين في القياس ديالهم واللي بغاتهم شوية كيبيبرين راحت لحسب السميطة يعني كتعرضو السميطة والعقدة يعني كتوفيو فيها شي شوية باش كيجيوا ديال البريوات شوية كيبيبرين على هاد القياس سافي مبعد ما كنكمل كنرجع ليهم باش ننقفل البريوات ديالي كنحيدو الفائد بهاد الشكل وكناخد هنا مزيج ما بين الموت دقيق وكنقفل البريوات ديالي بهد الشكل سافيو نخليها على جنب وغادي مقام السمرة بنفس الطريقة حتى كنكمل القطاع ديال البريوات ديالي كامين بهاد طريق هنعود معكم الأول يعني دائما كان نزلو السميطة ديالي بهد الشكل وكنوزعوه ليهم العقدة بهد طريقة وكنبدأ اللف يعني حتى كنقرب نكمل لفة ديالهم هادي كان نرجع من الأول كان بدأ نكمل وكنقفل بالموت دقيق بعد ما كملت العقدة بعد ما كملت البريوات ديالي بهد الشكل هادي ندوز المرحلة ديال القلي وهي أهم مرحلة هذا العسل العسل ديال البريوات شي شوية كيكون عاقد يعني كيكون قابة فراسو على العسل ديال الشباكية الشباكية كتكون هشيشي اللي درنافذ العسل تهرس لكن البريوات كتخص شوية يكون عاقد بهد طريقة يعني هذا هو القوام ديال العسل ديال البريوات باش يقبط لي نفس شباكية وكيخلي في هدك اللمعة وان شاء الله غادي نخلي لكم حلقة ديال طريقة تحدي العسل لوحدها في الفيديو القادم بإذن الله بالنسبة لطريقة القلي كيف قلته هي طريقة أيضا مهمة في نجاح البريوات بعد كان أخده زيت يعني كان خليه حتى كيس خلينا الزيت يجربته هنا بشي طريف ديال الورقة وكان بدان ننزل الدفعة الأولى ديال البريوات ديالي بهد الشكل وما نعمروش بزاف باش نخليه مجال يعني فين يطيبوا ويتحمروا لنا من جميع الجوانب يعني نوضعوا كمية ونخليوها حتى تقبض فراسة يعني ما نحركوها موالو نخليوها النار تكون متوسطة يعني نسخنوا الزيت ونهبطوا النار النار تكون متوسطة باش ما يتلهبوش سافهم بعد ما كيقبطوا فراسهم كان بدان نحركوهم بها الطريقة باش كيتحمروا من جوية من جميع الجهات والجوانب ديالهم وكيجي اللون موحد في التحمير ديالهم غير كياخدوا لنا هاد اللون الدهبي من فوتوش لهم الطياب غير ياخدوا لنا هاد اللون الدهبي سافي كان نحيدوهم من الزيت بهاد الشكل غادي نصفي ونوضعهم في عسل بارد وهي غير دك السخونية ديالهم غادي غادي دفي لنا العسل بالنسبة للقلية الثانية كان طفي النار مباشرا بعد ما كنحيد هادو كان طفي النار تماما وكاللوح فيها البريوات كي طيب وغير في ذاك الصهد الاول ديالنار حتى كنحسبي بانه غادي بدي برد ادي يعني خفيفة على هادا نشعل عليها البوطة ونخليها تكمل الطهي ديالها بها الطريقة حتى كنكملو الطهي ديال البريوات ديالنا كامل هنا خليتهم في العسل باتوا ليلة كاملة ولا غدالي حتى وضعتهم في الكسكاس هكذا تسقطروا وهدي هي طريقة تخزين ديالهم يعني بعد ما كنت تسقطروا وشفتوا العسل يعني قابط فيهم وفيهم ديك اللمعة دياله ممكن ترشوهم يعني باي حاجة او حتى تبغوا تنزلهم ورشوهم باش ما بغيتو كان وضعهم في بوطة كان وضعوا فيها البابي سيلفيريزي وكان وضعوا يعني وحد الحبات ديال البريوات وعود ورق سيلفيريزي وعود حبات ديال البريوات ووفيوا سيلفيريزي لانا بيه باش غتهزو ديك الكميه يعي يكون شوية خارج هكما الجنيبات كيساعدكم انكم كتهزو بي هديك الكميه كان بقى مستمرح تكل ملأ العلبة ديالي بكامل بها الطريقة وملي تحتاجوهم يعني ممكن ملي تجبدوهم ديلو لي محد رشيشة ديال العسل هكدا من الفوق وترشوهم باش ما بغيتو اذا بغيتو تنزلوهم او لرشوهم دابو ودخلوهم المجمد عادي جدا طرق كاملة ناجحة كان عاود نغلف بالبابيسي الفيريزي بالفيلم الي مونتا آغغا تغلفوه مزيان بواتا ديالكم نقفل ونعاود نغلف البواتا ديالي مزيان بالفيلم الي مونتا آغ باش نتأكد بأنه يعني مكت غيتسربش لهالهواء وما غدخل هاد تشي ريحة او لتشي نسمى عاودوا غلفوا البواتا ديالك وهدي هي احسن طريقة وغادي ندخلهم المجمد وقت ما احتاجتهم كيف قلت كنهز ديك القطعة ديال البابيوسي الفغيزي بها باش كنهز القطعة اللي أنا بغيت وهذا هو الشكل ديال برواد ديالنا تيجيوا رائعين معالكين مشهيدكم فيهم يعني كيجيوا ناجحين ديك الحشوة الديدة العسل قابض فيهم وطريقة الاحتفاظ بهم بهديك الطريقة ديال المجمد يعني كتبقى ناجحة وكتبقى الأنسب وطريقة أخرى كتديرها الصديقة ديالي أنا كتخليهم في العسل يعني كتخليهم في البواطة ديال العسل ديالهم وحتاجهم كتهز منهم كمية وكتصفي وكتنزل يعني اللي رتحت في شي طريقة ديال هاد طرق بشو جي ناجحين وبهاكده حلقتنا ديال اليوم غادي تكون سهلات نتمنى هاد الاقتراح ديال اليوم يروقكم ينالس إحسانكم تجربوا في بيوتكم وتاكلوا إن شاء الله بسحول هنا وانتظروني في الحلقات المقبلة بإذن الله وشكرا للمتابعة